أكدت وزارة الداخلية أن المخالفات المرورية لن تسقط بالتقادم وقال بيان صادر عن الوزارة أن هذا القرار جاء نتيجة اتفاق بين الإدارة العامة للمرور والمحكمة الكلية عقب اجتماع تنسيقي بين رئيس المحكمة الكلية المستشار عادل بروسلي ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور فهد أشوية لبحث آلية العمل لسنة القضائية 2017-2018 لإنهاء نحو 500 ألف مخالفة مرورية متراكمة ووضع خطة عمل لصدور أحكام قضائية بشأنها